اشتركوا في القناة ده كده جماعة شكل العمارة من بره اهي وده كده شكل الشارع العمارة ما شاء الله شكلها شيك جدا ده كده جماعة الشارع الامامي اللي قدام العمارة طبعا فيو مفتوح هوري لحضراتكم دلوقتي من فوق وعندنا الشارع الجانبي ده برضه ده شارع عرضه 12 متر المدخل بتاع العمارة دي طبعا مش من الواجهة من هنا المدخل من وره هوري لحضراتكم دلوقتي وهجب لكم كل حاجة بالتفصيل ده كده شكل العمارة اهو من بره ده كده دخلنا الشارع اللي هو الـ 12 متر ده كده الجنب بتاع العمارة اهو ان شاء الله عمارة جديدة جدا وشيك جدا ان شاء الله والحي كمان جميل ده كده المدخل بتاع العمارة من وره اهو نبدأ نخش من هنا وبيجيلنا في الوش الأسانسير النهاردة جماعة شقة النهاردة دوبليكس دور خامس وسادس مع بعض بسلم داخلي ده كده الأسانسير اهو هنا بعد ما خرجنا بالأسانسير طلعنا كده الدور الخامس ده باب حديد خاص بالشقة بتاعتك وده كده شكل السلم تبدأ تطلع كده عشان تخش الشقة بتاعتك نبدأ نخش كده ونقول بسم الله ما شاء الله النهاردة جماعة معانا شقة دوبليكس 360 متر طبعا 360 متر ده اللي هو اجمالي الدورين الدور الخامس والدور السادس الشقة الدوبليكسي دي يا جماعة 4 غرف و3 حمام و2 مطبخ ده كده اول حاجة الدور الخامس اللي تحت في المطبخ ده الامريكان ده تشتيب طبعا Ultra Super Lux حاجة جماعة في منتهى الجمال والروعة ده كده المطبخ اهو بيبص على الريسيبشن وده التشتيب بتاع الدوبليكس اهو يا جماعة CNC في السقف مع الاسبطات مع طبعا الحجر ده شغل الحجر جميل جدا هنا جماعة في الشقة دي هوري برضو لحضراتكم دلوقتي البلكونة او التراس هنا كده بتجيلنا طرقة التوزيع بتودينا على الغرف والحمامات اللي تحت اللي في الدور اللي تحت هنشوف كده الاول اللي هنا دي كده غرفة مصدر بحمام ما شاء الله جماعة الشقة تشتبع حلو جدا ما شاء الله الغرفة كبيرة والفيو كمان روعة بصوا جماعة الفيو كمان هنا من الجنب برضو شايف البحر على فكرة جماعة الشقة اول نمر على البحر انت شايف البحر قدامك هوريهولكو دلوقتي بس كده بنشوف الاول من الجنب من هنا ظاهر معانا من الجنب دي كده الغرفة الاولى غرفة مصدر بحمام وده التشريب بتاعها قدام حضراتكو اهو تعالوا بقى اوريكم المنظر او الفيو من البلكونة بتاعة الدور الخامس ده ده هنا كده الحمام بتاع الغرفة المصدر التشريب حلو جدا على فكرة جماعة والالوان ريئة جدا الالوان ريئة وهادية ده كده حمام تاني ده ممكن يكون حمام رئيسي وممكن يكون حمام تابع الغرفة دي برضو مفيش مشكلة ده كده هاي جماعة دي الغرفة التانية وده التشريب بتاعها وبردو شايف البحر الشقة جماعة كلها شايف البحر بصوا جماعة المنظر من شاء الله حاجة جميلة جدا حاجة فعلا تشرح الصدر لسه كمان بقى لما هنشوف دلوقتي الفيو من البلكونة او من التراث بتاع الريسيبشن هوريهو لكم دلوقتي نروح نشوفه اهو بس طبعا مش هذكر حضرتكم يا ريت اللسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد وتقديرا المجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك يلا جماعة بقى نشوف اجمل منظر في الدنيا هنا كده ده باب جانبي ده باب الغرفة التالتة ده كده يا جماعة الغرفة التالتة ده برضو التشطيب بتاعها اهو دي بتبص على البلكونة او التراس اللي هو بيبص على البحر دي كده الغرفة التالتة اهي تعال بقى نشوف البلكونة بتاعتنا والفيو الجميل بتاعنا ده كده جماعة او معمول بالحجر ده البلكونة متشطبة بالحجر ده وده كده منظر البحر بتاعنا ما شاء الله جماعة حاجة في منتهى الجمال بسم الله ما شاء الله بصوا جماعة المنظر ما شاء الله حاجة جميلة اوي بتاعتنا ما فيش حاجة بعد كده ما شاء الله لأو البيع كمان كاش وتقصيد يعني فيها كمان كل التسهيلات ده كده يعتبر الدور الخامس اللي هو اللي تحت نطلع بقى بالسلم الداخلي ده بس انا طبعا السلم ده انا كنت احب انه يكون ليه معمول طرابزين جانبي لانه كده خطر شوي ده بس اللي ممكن نعمله في الشقة اول ما بنطلع بقى فوق كده بيجيلنا زي اللي فينج ده منطقة دي كده نفتح بس الانوار ده كده ها جماعة كده بقى الدور اللي فوق احنا تحت شفنا تلات غرف واتنين حمام هنا كده غرفة كمان فوق اهي يبقى كده دي الغرفة الرابعة ده التشتيب بتاعها اهو وهنا برضو معاها البلكونة دي وبردو شايفها البحر من هنا ده يعتبر الروف قصة جماعة الفيو ما شاء الله دي كده الغرفة الرابعة نبدأ نرجع كده تاني نكمل بقية الحاجات معنا هنا بقى بيجيلنا الحمام التالت ده كده تالت حمام شفنا حمامين تحت واحد في غرفة مصدر وواحد مع الغرفة التانية وده كده الحمام التالت وده هنا المطبخ اللي فوق في عندنا اتنين مطبخ ده المطبخ اللي فوق ها جماعة وبردو على فكرة شايف البحر المطبخ برضو بيشوف البحر ما شاء الله جماعة التشطيب تشطيب حلو جدا ما شاء الله جماعة شغل الحجر بيدي رونك جميل قوي لأي شقة يعنينا في شغل مثلا في شغل التشطيبات حب جدا شغل الحجر بصراحة بيدي رونك غير عادي بعد كده بقى هنا يجيلنا الروف اللي فوق اللي في الدور السادس نرجع مع بعض كده البيانات مرة تانية بسرعة مع الجمال اللي احنا شايفينه ده الشقة جماعة دوبليكس دور خامس وسادس المساحة 360 متر تحت العجز والزيادة الشقة كاملة المرافق كهرباء وغاز ومية يعني فيها عداد كهرباء وفيها غاز طبيعي وفيها عداد مية خاص كمان الشقة أربع غرف نوم وتلاتة حمام واثنين مطبخ الشقة للبيع كاش أو تقصية الشقة بناء سنة ألفين ولا يوجد عليها أي تصالح ولا أي مخالفات في حالة البيع كاش سعر الشقة مليون مية وخمسين ألف في حالة البيع تقصية سعر الشقة مليون وتلتمية ألف تدفع ستمية وخمسين ألف مقدم وستمية وخمسين تقصية على سنتين بدفعة كل تلات شهور الشقة عنوانها الإسكندرية العجمي الكيلو واحد وعشرين ستة أكتوبر شاطئ النخيل والأي استفسار أرقمنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة في رقم فون وفي رقم فون زائد واتساب في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول مواعيد العمل من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة العاشرة مساء أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهندس حازم عبدالله